استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد طيب شيخ الأزهر الشريف رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني بمشيخة الأزهر وخلال اللقاء رحب فضيلة الإمام الأكبر برئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق له مؤكدا أن العراق متواجد وممثل في الأزهر الشريف من خلال نخبة من الطالبات والطلاب العراقيين المميزين وأن الأزهر يولي طلاب العراق عناية خاصة من جانبه أعرب رئيس الوزراء العراقي عن تقديره لما يقوم به شيخ الأزهر من جهود كبيرة لنشر علوم الدين الإسلامي وتعزيز قيم السلام والأخوة والتعايش مقدما دعوة رسمية لفضيلة شيخ الأزهر الشريف لزيارة العراق